بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كيف تبني بيتك في الجنة؟ الحقيقة أيها الأحبة هذا موضوع حديث نبوي سنتأمله الآن وهو حديث ممتع وحديث يدعو للتفاؤل فإذا فقدت الأمل من بناء بيت في الدنيا والبيوت كلها ستفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهر فكل هذه الأرض ستفنى وبالتالي أي بناء ستبنيه في هذه الدنيا سيفنى ويدمر البناء الباقي هو ما تبنيه في الجنة فأنت بنفس الوقت إذا كنت تسعى لبناء بيت في الدنيا فلديك طريقة سهلة جدا ومجانية على فكرة ليس فيها أقصاط وليس فيها أموال وليس فيها تعب وليس فيها عمل هي مجرد أن تقوم بعمل معين ذلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام يبني لك الله بهذا العمل بيتا في الجنة وانظر إلى بيوت الجنة يعني اليوم أحدنا يلهث ويسعى ويتعب ليبني بيتا ربما يكون مئة متر مثلا البيت في الجنة الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض فما بالك بالمسافات الهائلة الشجرة في الجنة أخي الحبيبي يعني إذا كان هذا البيت على بابه شجرة الشجرة يسير الراكب في ظلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسمائة عام يسير خمسمائة عام في ظل شجرة ولا يقطع الظل فتخيل هذه المسافات الهائلة كيف نحصل عليها لنقرأ هذا الحديث النبوي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة صلى الله عليه وسلم للأسف أخي الحبيب معظمنا يغفل عن هذه الركعات التي هي ثمن بناء بيت في الجنة إثنتا عشرة ركعة لن تأخذ منك على أقصى تقدير أكثر من عشر دقائق ربع ساعة مثلا ليس أكثر من ذلك هذه لو جمعتها مع العالم أنك تصليها متفرقة يعني قبل صلاة الفجر أو الصبح ركعتان والظهر قبله أربعة وبعده اثنان يعني قبل الفريضة أقصد أربعة واثنان ستة واثنان الصبح ثمانية المغرب ركعتان بعد الفرد بعد الفريضة والعشاء ركعتان بعد الفريضة المجموعة اثنتا عشرة ركعة طيب القضية بسيطة جدا ولكن للأسف كثير من الناس يغفل يصلي ثم يقوم مباشرة طيب كيف نلتزم بهذه الركعات أيها الأحبة أولا أخي الحبيب عندما تقف بين يدي الله للصلاة يجب أن تتذكر الجنة يجب أن تتذكر عذاب الله يجب أن تتذكر لقاء الله فصلاة الفجر ركعتين الفريضة ركعتان تذكر أنك قبل هتين الركعتين تصلي ركعتين سنة الفجر التي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها تصلي هتين الركعتين وأنت تفكر أنك تشتري بيتا في الجنة يجب أن تسدد الثمن ولكن ثمنه بسيط وسهل جدا وبعد ذلك تصلي الفرض وكأن هتين الركعتين تمهيد لمزيد من الخشوع لمزيد من التأمل لمزيد من التفكر في آيات الله التي تقرأها فالصلاة أيها الأحبة للأسف عدد كبير اليوم من المسلمين يؤدون الصلاة ليس على حقها سريعة جدا مع العلم أن الصلاة الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع لا يمكن أن يحدث في حالة الصلاة السريعة وأنت تفكر بشيء آخر يجب أن تكون عليك السكينة الهدوء وأهم شيء أن تصلي صلاة مودع وأن تصلي صلاة يعني يكون هدفك لقاء الله يكون هدفك رضى الله يكون هدفك التواصل مع الله فرصة للتواصل مع الله يعني هذه الصلوات أخي الحبيب التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والنوافل وسيلة رائعة للتقرب من الله فعندما تصلي هاتين الركعتين قبل صلاة الفجر أو قبل الظهر أربعا وبعده إثنتان ركعتان وقبل المغرب بعد المغرب إثنتان وبعد العشاء ركعتان تصلي هذه الركعات أنت يجب أن تنظر أنك أولا تطيع الله تتقرب إلى الله أنت الذي يجب أن تتقرب إلى الله ليتقرب الله منك أنت الذي يجب أن تبادل لتذكر الله ليذكرك الله في ملأ خير من الملأ الذي تذكر الله فيه أنت الذي يجب أن تسأل الله ليجيبك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فلذلك أنا أحببت فقط أن أذكر بهذه السنة النبوية الرائعة جدا التي هي فرصة للتواصل مع الله فرصة لاستجابة الدعاء فرصة للقضاء على الهموم فرصة لأن تسأل الله ما تحب وأنت ساجد 12 ركعة هذا هو ثمن بيت في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين اشتروا الجنة والذين يسعون من أجل الجنة ومن أجل الله وتكون أعمالهم كلها لله سبحانه وتعالى وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته